لا شيء يخيف ميليشيا الجهل كجودة التعليم فالعلم نور والميليشيا ظلام وفي الظلمات تريد الميليشيا للشعوب أن تعيش كي تقودها نحو الخميني وخامنئي باعتبارهم النور حتى إذا جاءتهم الشعوب لم تجدهما سوى نار تحرق الأوطان بالطائفية والكراهية والأحقاد وجهت الميليشيا ضربتها للمعلم فاستهدفته باعتباره عدوا في طليعة صفوف المواجهة فنهبت مرتبات أكثر من 170 ألف معلم ومعلمة واختطفت ما يقارب 3000 معلم ومعلمة ضمنهم عشرة استشهدوا تحت سياط التعذيب ومع البطش بالمعلم خنقت الميليشيا ملايين المتعلمين ووفقا لما أعلنته اليونسيف في فبراير الماضي فإن الحرب أعاقت حصول أكثر من ثمانية ملايين طالب على حقهم في التعليم وهو إعلان سبقه تحذير الأمم المتحدة من أن نظام التعليم في اليمن على حفة الانهيار بعد تعرض 2700 مدرسة للدمار أو الضرر وتسرب أكثر من مليونين و700 ألف طفل من التعليم أولياء الأمور الذين وجدوا أطفالهم أمام تجهيل متعمد أو تعليم طائفي خير منه الجهل وجدوا أنفسهم في مواجهة جبايات باسم الرسوم الدراسية حتى في المدارس الحكومية ومن بقيت لديهم قدرة لتسجيل أطفالهم في مدارس خاصة فوجئوا بالحوثيين ينشئون شبكات مدارسهم الطائفية لتبتلع الجيل أو يفرضون مشرف الجهل على كل مدرسة خاصة ويجبرونها على دفع راتبه فوق كل الجبايات الأخرى ليدفع أولياء الأمور من جيوبهم الراتب القادم لتلغيم عقول أطفالهم فمن ينقذ التعليم في اليمن؟ وهل يدرك المعنيون أن مجرد الرصد ليس حلا؟ وأن الأجيال ستدفع الثمن؟